بسم الله الرحمن الرحيم الدقون عبد النصر رئيس ومدرب جمعية النجوم للرياضة الحمد لله مؤخرا دزنا في واحد تربوس اعدادي بالباطل ياسين العيادي عن طريق ثلاثة ديال التربوسة اعدادية واختمناها بواحدة بوحدة بطولة جهوية والحمد لله اللي قدار يفوز بيها بالضربة القاضية من بعد ذات التربوسة الاعدادية والتدريب مكتافة تم الانتقاء دياله لتمثيل عصبة الشمال في نهائيات كأس العرش اللي قدرت ان شاء الله الأسبوع المقبل بمدينة فاس للإشارة فقط فياسين العيادي كان عادة حصل على بطولة وطنية سنة 2019 في مراكش فئة شبانصين وزن 57 كيلوغرام ياسين العيادي مشروع بطل دولي وبطل أولمبي الشرط انه يلقى الدعم من الجهات المسؤولة ومن هذا المنبر هذا كان وجه رسالتي للمنتخبون ديال مدينة شيفشاون انها مهتموا بالأبطال حيث سرها ما كان شغل ياسين واحد في الشاون راها راها ديقدر تزبار كل كل سن في رياضي عنده بطل اللي اللي صغير شوية ديال الدعم ويقدر يعطي في الضومين ديالو ياسين العيادي راه إلي القليعونو يعني من الناس المسؤولة في الشأن الرياضي هنا في المدينة راه يقدر يحصل وعد مني أنه يقدر يحصل لها بطولة عالمية بطولة أولمبيا وعلاش الله ترجمة نانسي قنقر